لتفاصيل أكثر ينضم إلي مباشرة من عمان مرسلنا هاني موعد أهلا بك هاني إذن أبدأ معك بهذه النتائج يعني لو تحدثنا عنها التي توصلوا يعني هل تم التوصل إلى نتائج بعد المحادثات التي أجراها وزير الخارجية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا أيضا فيما يخص الملف الجنوب السوري يسرى الجميع اليوم يراقب تحرك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن يعني هذا الموضوع بالغ الأهمية حيث أنه التقى أمس بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وأيضا التقى بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس وأيضا بمستشار الأمن القومي جون بولتون وكانت الملفات الإقليمية من بينها الملف السوري حاضرا في الملفات التي طرحها العاهل الأردني مع المسؤولين الأمريكيين هناك لقاء مرتقب ما بين العاهل الأردني وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن فلذلك الجميع ينظر إلى هذا التحرك لأنه يأتي كأعلى تحرك أردني اليوم تجاه الحفاظ على منطقة خفضة التصعيد هناك تركيز أردني وأهتمام أردني كبير أن تبقى هذه المنطقة قائمة منطقة خفضة التصعيد في الجنوب السوري التراقب الأردني يعني كما قال وزير الخارجية الأردني هنا الأردن تراقب بكثب ما يحدث في الجنوب السوري أيضا كان هناك تصريحات من قبل الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمان غنيمات خلال لقاء لها عبر التلفزيون الأردني تحدثت مطولا حول الوضع في سوريا بأن الأردن لازال يتابع بكثب إذن هناك دعينا نقول اهتمام أردني كبير تجاه ما يحدث اليوم في الجنوب السوري وذلك لعدة أسباب منها الأسباب تتعلق بأشياء الأمني هناك أيضا أسباب تتعلق بحركة النازحين وأيضا اللجوء هذه الأمور كلها تهم الأردن فيما يخص تطور الأوضاع في الجنوب السوري طبعا حتى هذه اللحظة سمعنا تصريحات المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ولكن أيضا نترقب حول تصريحات الأمريكية الأخرى حول نتائج المباحثات الأردنية الأمريكية فيما إذا كانت فعليا أمريكا سوف تذهب بالضغط على موسكو من أجل الحفاظ على هذه المنطقة منطقة خفض التصعيد وخاصة بأن التصعيد يشتد ويتوتر أكثر في الجنوب السوري فلذلك الجميع يترقب كيف سوف تقول إليه أو كيف سوف... ما هي النتيجة التي سوف نذب إليها من قبل التحرك الأردني تجاه الحفاظ على هذه المنطقة إما فعليا انتهاء الأعمال القتالية هناك في الجنوب السوري أو الذهاب إلى تفاهمات جديدة من أجل الحفاظ على هذه المنطقة نعم يسرى نعم هاني هناك أيضا الأردن أعلن المنطقة الحدودية منطقة عسكرية هل من تحركات عسكرية من قبل الجيش الأردني على الحدود الأردنية السورية؟ يسرى هذه المنطقة منطقة الحدود الشمالية الشرقية لأردن كلها منطقة عسكرية تم الإعلان عنها مباشرة بعد تفجير الركبان قبل عامين ومنذ ذلك الحين حتى هذا اليوم هي منطقة عسكرية تلك المنطقة ويحدث طبعا بالتأكيد هناك حراك عسكري دوري دعينا نقول أو روتيني من أجل الحفاظ على الحدود يعني دائما نرى بالتصريحات الأردنية ودائما نسمع بأن الحفاظ على أمن المملكة هو أولوية لدى السلطات الأردنية فلذلك بالتأكيد هناك دائما حراك عسكري أردني روتيني موجود على الحدود في المنطقة الحدودية ولكن لا نعرف كيفية التعامل إذا حدث هناك موجات نزوح من مناطق درعة وقال في الأسبوع الماضي استمعنا التصريحات من قبل وزير الخرق هل من النازحين قدموا من درعة والمنطقة الجنوبية ككل مع تصاعد الأحداث في الجنوب السوري هل توجهوا إلى الحدود الأردنية؟ هل تم فتح الحدود الأردنية لاستقبال هؤلاء النازحين؟ حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل حركة نزوح باتجاه الأردن أو الحدود الأردنية حركة النزوح هي داخلية في القرى في الجنوب السوري ولكن كما قلنا قبل قليل هي منطقة عسكرية فلم يتم فتح الحدود ولربما لا نعرف كيفية التعامل هناك مراقبين يقولون بأن في حال حدثت موجة نزوح لربما الأردن سوف يتعامل مع هذه الموجة بطريق نفس طريقة التعامل مع مخيم الركبان بأنه يتم تأمين مساعدات إنسانية من الأردن إلى منطقة نزوح على الجانب الحدودي لربما كما استمعنا تصريحات وزير الخارجية إيمان الصفاضي عندما تحدثت مع ديمستورا قال له بأن الأردن وصل لكفايته فيما يخصها موضوع استقبال اللاجئين أو حدوده القصوى والجميع العلم أيضا الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة فلربما يكون الموضوع عبارة عن تقديم مساعدات إنسانية نحن لا نستطيع الجزم كيف سوف تكون الأمور ولكن لربما أيضا هذا الحراك الأردني كله يأتي استباقا لحدوث أي حالات نزوح كبيرة باتجاه الحدود وأيضا لربما يستطيع أو تنجح المساعي الأردنية فعليا في إبقاء هذه المنطقة منطقة خفضة لتصعيد قائمة على الرغم من الخرقات خرقات النظام وأيضا الحجة العسكرية التي تقوم به ميليشيات الأسد وأيضا حلفائية نعم شكرا أشكرك على هذا التوضيح والمداخل هاني موعد مراسل أوريانت نيوز من عمان مباشرة شكرا جزيلا لكم